بسم الله الرحمن الرحيم يا سلم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في علاقهم أغلا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأوسيناهم فهم لا يبصرون وسواهم عليهم أأذوتهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نعلم حي الموتى ونكتب ما قدموا وآلارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها الأرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا شرم مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تأذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتموا لنرتبنكم وليبسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم عجرا وهم مهددون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة الني لدن الرحمن بضر لا تهن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقضون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وقالي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جرد من السماء وما كنا مرزلين إن كانت إلا صيحة واقدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزمون ألم يروا كم أهلنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مضرون وآية لهم الأرض الميتى أعيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمنه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسعاج كلها بنا مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر قبلها ذلك تغير العزيز العليم والقبر قدرناه منازل حتى عاد كالعوجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القبر ولا الليل سابق النهار وقل في فلك يسبحون وآية لهم أرناها من لا نريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن ضيق فلا صريح لهم ولا ينقذون إلا ربتهم لنا ومتاع العلاقين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معارضين وإذا قيل لهم أن رفقوا مما رسقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعامه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسرون فلا يستمعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفض بالصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرخضنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلبس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأسعاجهم في ضلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاما قولا من رب الرقيم وامتاس اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدوكم مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل لكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقنون هذه جهنم الذي كنتم تغعدون اسموا اليوم بما كنتم تكسرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعيمهم فاستمقوا السراط فأنهم ما يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي لهم إنه إلا بكر وقرآن مبين ليرضر بركان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يعوا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أنعاما فهم لها مالكون ومن نلاها لهم فمنها رطوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم برهم لهم جند مهبرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العمام وهي راميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخبر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى ما هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا شيئا أن يقول له قل فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون